أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنقصد فؤالي تصحيح الجزء الأول من الامتحان الجريبي الأول الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية دورة 2022 بحول الله إذن الوضعية الاختبارية الأولى هي مادة الجغرافية من خلال الاشتغال بالوثائق الوثيقة الأولى عبارة عن جدول موضوع مؤشد مياه البشرية في بعض بلدان المجال العالمي سنة 2019 الوثيقة الثانية هي نص جغرافي وكذلك الأمر بالنسبة للوثيقة الثالثة إذن بعد القراءة المتمعينة والجيدة للوثائق إذن المطلوب هو الإجابة عن الأسئلة الآتية إذن السؤال الأول حول أو حول خانة مؤشر مياه البشرية الواردة في الوثيقة الأولى إلى ميبيان بالأعمدة إذا رجعنا الوثيقة الأولى إذن هذا الجدول هو يعني يمثل مؤشر تلمية البشرية في بعض بلدان المجال العالمي سنة 2019 وهي النارويج الولايات المتحدة الصين المغرب ومال إذن المطلوب هو تحويل هذه الخانة تحديدا مؤشر تلمية البشرية إلى ميبيان بالأعمدة إذن لا داعي لتمثيل الرتبة عالميا لأن المطلوب هو تمثيل جزء أو تحويل جزء من الجدول إلى مبيان بالأعمدة تحديدا خانة مؤشر بمية البشرية إذن الخطوة الموالية هي اختيار السلم أو المقياس المناسب إذن يكفي أن نأخذه أكبر رقم وكن قسمه على عشرة إذن وكن نأخذه إما بإفراط أو بتفريط إذن أكبر رقم هو 0.957 إذن إلا قسمنا على عشرة هي 0.0957 إلا أخذنا بإفراط إما 0.1 وممكن أيضا نختاره كذلك 0.2 إذن فالشكل النهائي للمبيان سيكون كالآتي إذن لدينا هنا المبيان بالأعمدة يمثل مؤشر بمية البشرية في بعض بلدان المجال العالمي سنة 2019 إذن 1 سنتيمتر يساوي 0.2 وممكن كما قلت أن تختاروا 0.1 بالنسبة للتمثيل إذن يجب أن يكون تمثيلا دقيقا وصحيحا لكل بلد على حدة وهي نرويج، الولايات المتحدة، الصين، المغرب ومالي تبعا ثم أيضا الاهتمام بعناصر المبيان اللي هي العنوان دائما كنكسبوه في الأعلى ثم المتغيرات، إذن هنا المحور العمودي يمثل مؤشر بمية البشرية والمحور الأفقي البلدان الخامسة ثم الإطار وأخيرا المصدر الذي نسقيه مباشرة من الجدول السؤال الثاني إذن المطلوب هو اعتماد على الوثيقة الأولى بمعنى الجدول والمبيان المنجز قارن أو قارن البلدان الممثلة حسب مستوى تنمية البشرية بها يعني إذا رجعنا للجدول الإحصائي فنلاحظ من خلال قراءة وتفحص المعطيات الإحصائية أن هناك تباينا أو تفاوتا في مستوى تنمية البشرية بين هذه البلدان إذن هناك مؤشر جد مرتفع بالنسبة لنرويج ومرتفع بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية متوسط لكل من الصين والمغرب وضعيف بالنسبة لمالي وهو ما تعكسه أيضا الرتب العالمية فنرويج تحتل المرتبة الأولى الولايات المتحدة السابعة عشر والصين والمغرب تباعا الرتبتان الخامسة والثمانون ومئة وواحد وعشرون عالميا ثم مالي الرتبة مئة واربعة وثمانون عالميا إلى رجعنا الميبيان فهو أيضا يعكس هذا التبايون والاختلاف في مستوى تنمية البشرية بين البلدان الخامسة إذن فالمقارنة يمكن أن نقول على أنه من خلال قراءتنا للجدول والميبيان المنجز إذن نلاحظ تباينا واضحا في مستوى تنمية البشرية بين البلدان الخامسة الممثلة فهناك مستوى مرتفع جدا في النرويج بلغة 0.957 مستوى مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية ومتوسط في الصين والمغرب ومستوى ضعيف في مالي نمر بعدها إلى الإجابة عن السؤال الثالث إذن مطلوب والسخراج معطيات مضمنة في الوثيقتين الثانية والثالثة كما يأتي إذن أليف من الوثيقة إثنان دعائم تنمية المستدامة ثم باء من الوثيقة ثلاثة العوام المفسرة لتحسن مستوى تنمية البشرية ببعض دول الجنوب يعني لأرجعنا للوثيقة الثانية إذن من دعائم تنمية المستدامة هناك ثلاث دعائم أساسية إذن هناك النجاعة الاقتصادية العدالة الاجتماعية وأيضا الجودة البيئية برجعنا الوثيقة الثالثة إذن ما هي العوام التي أدت إلى تحسن مؤشرة تنمية البشرية في الدول الجنوب إذن خلال قراءة الوثيقة يتضح لنا أن بعض بلدان دول الجنوب نجحت في تحقيق نموم مضطرد على مؤسسة ومؤشرة تنمية البشرية من خلال أولا يعني رفع تحديات نظيم السوق ترجيع الصادرات وتحقيق تنمية الصناعية وأيضا الاهتمام تقدم تكنولوجي إذن الاهتمام كما قلنا بالجانب الاقتصادي أساسا تحقيق تقدم اقتصادي ثم أيضا التركيز على الإنسان ضمن أولوياتها وتأمين فرصي ترقيه الفردي والجامعي وأيضا تطوير النظم التعليمية والصحية إذن الجواب سيكون بهذه الصغاء أو مفيدها إذن من دعائم تنمية المستدامة النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والجودة البيئية ويرجع تحسن مستوى تنمية البشرية ببعض الدول الجنوب إلى العوامل الآتية وللمواجهة تحديات نظيم السوق وتشجيع الصادرات وتحقيق تنمية الصناعية الاهتمام أيضا بالتكنولوجيا تركيز على الإنسان ضمن الأولويات وتأمين وضمان فرص ترقيه الفردي والجامعي ثم تطوير النظم التعليمية والصحية بالنسبة للسؤال الأخير إذن اعتمادا على مكتسباتك أو مكتسباتك حرر أو حرر فقرة تبريز أو تبريزين فيها يعني دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين مستوى تنمية البشرية بالمجال المغربي إذن طبعا هنا لا بد من اختيار المعلومات المناسبة لما هو مطلوب وأن تكون في فقرة بمعنى لا بد من الربط إذن الجواب سيكون بهذه الساعة وما يفيدها إذن تسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها أو منذ انطلاق أوراشها سنة 2005 بدور نهام وبارز في تحسين مستوى تنمية البشرية بالمغرب من خلال تصديل العجز الاجتماعي والهشاشة والفقر وكذلك حفظ الأنشطة المديرة للدخل بمعنى المتيحة والموفرة للدخل ثم أيضا المتيحة والموفرة لفرص العمل أو الشغل إضافة إلى الاهتمام بالأشخاص في وضعيات إعاقة والعناية بالأشخاص في وضعيات صعبة إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الأن نفسي وننفق في تبليغ مضامنا عن أسالة الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحل الله ولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته